قبل ما نختم نذكر بوقف اليتين من الأول في منطقة جازان بوادي عمود الساهم الثاني للوالدين بـ 600 ريال والساهم الثالث للأسرة بـ 900 ريال وفيه خانة بمجود بيح نفسك من الريال إلى المليار ما تبي بغي تدفع ريالا بغي تدفع مية ألف بغي تدفع مليون ما مجود به نفسك هذه بينك بين ربي لجر دامستمر بينك بين ربي والنشر والدال على الخير كفاعلة حتى لو ما معك لو تنشر رسالة وتنشر مقطعها وتنشر شيء فيه وقف اليتين من الأول بوادي عمود في منطقة جازان وجي تصدق واحد اللي تصدق به الشخص نفسه مثل بريال ولا ميت ألف ولا بعشرة ولا بلب تراها تضاف لك الدال على الخير كفاعلة أوصيك موصي نفسي الصدقة هجرها عظيم وتطلق غضب الرب وكفالة الأيتام على قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافة الأيتام كهتين في الجنة عشار إلى الوسطى والسبابة فمن من لا يريد أيها الناس أن يرافق الرسول بل من من يريد أن يجاور الرسول ويرافق الرسول في الجنة أوصيك موصي نفسي والله العظيم لما أطلع من الدنيا هذه ألف كفالة الأيتام وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الواحد لا قال الحديث يتأثر من الحديث حق الرسول عليه الصلاة والسلام والله العظيم هنيئ من كفى الأيتام في ناس كفى الأيتام وحسنت في الشعور هذا والله من يكفل يتيم يحس بالشعور بالرزق بالقبور أن الله يبارك في عياله في حلاله في ماله في دنياه يفتح لرزاق في وجهه أوصيك موصي نفسي جرب والله لو تجربتك فليتيم ولا تصدق بنية والدك إذا هو ميت الله يرحمه ولا أكفليتيم بنية والدك بنية والدتك بنية إخوانك بنية صديق محب والله العظيم أنها أجر لك أجر لك لين تقوم القيامة الدنيا زائلة لكن المال مستمر المال اللي استثمر في الصدقة في الأجر العظيم